بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو الصغير ده هنشرح الحتة بتاعت الكمباينيشن دي تمام احنا قلنا ان احنا في الاسوسيشن في الاول كنا بنستخدم البريد فورس وطبعا هو مش حلو طبعا لان هو بياخد خطوات كبيرة جدا وبياخد وقت كبير ومجهود كبير جدا فبقا اينا نستخدم من ايه الابروري برينسيبال فهو في الحتة دي هو درقتي بيشرح الفرق ما بين لو احنا استخدمنا البريد فورس و لو استخدمنا الابروري برينسيبال هنا بيقول لك هنا في ده القانون نوع ستة كمباينيشن ون هنا دلوقتي عندي مثلا داتا ست داتا ست دي همثلها على كم على كزا تابل وان ايتم ست وطو ايتم ست وستري ايتم ست تمام ودلوقتي عايز احسب العدد الروز اللي هتطلع في البريد فورس فهنا دلوقتي ايه قلنا ان القانون ده بيبقى ايه هنا بنكتب ده ده الوان ايتم ست تمام ده عدد الايه الاليمنت انا عندي كم المنت ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست تمام عندي كم المنت عندي ستة المنت طب تمام عندي كم اه تشوف هنا في الايه في البتاع ده في في عندي كم المنت عندي برضو ستة تمام هنا بحط ايه اللي هو ايه عدد يبقى هنا ست طب ماشي عندي برضو سري ايتم ست بحط هنا ده سري ايتم ست ده دي يعني ايه اللي هو سري ايتم ست وهنا ست اتنين معنا كم اتنين معي واحد واربعين طب تمام ده لو استخدمت ايه لابروري برينسبال طب لو استخدمت الاقاصل ده لو استخدمت تب لو استخدمت تو لو استخدمت هو هنا استخدم ستة ستة تمام وهنا برضو استخدم ستة وهنا استخدم واحد يعني هنا مسلا حد يقولي طب احنا ليه ما استخدمناش طب هنا في حاجات مش معين الكوك لو انا بعيدهم عالي تمام? طب هيقول لي ايه فايدة في كده? ما انا دلوقتي ايه? ما انا دلوقتي لما شلت الكوك وشلت تمام? ما انا مش هستخدمهم في ما انا كنت استخدمتهم. كان هاي زابد معي العدد بتاعة تمام? وهنا برضا انا مخدش لو انا كنت اخدتهم هنا في ست كان هاي زابد برضو معي العدد بتاعة تمام? فطبعا خلى الموجود بقى قل طبعا. وبقى ياخد وبقى وقته اسرع من ايه? يعني تعال نحل لي مسألة كده اللي هي المسألة اللي تحت دي. يا رب عشان ايه تكون فهمت? تكون اتفهمت? سانية كده. تعال بقى نحل مسألة. ده عندي داتا ستة ايه. تمام? داتا ستة دي. لو انا مسلا عايز احسب العدد العدد اللي هتطلع لي في قلنا هنستخدم بالقانون. طب تمام. انا دلوقتي عندي كم اه كم ترانزاكشن عندي خمسة ترانزاكشن. عايز اقسمهم ايه? دي قولنا ان هو يبقى لو قال لي لنسب تو يبقى بس يبقى بس اما لو قال لي لنسب سري بس سري اه سري تابل لو وان ايتم ست وتو ايتم ست وسري ايتم ست. طب تعال بقى نحلها بالايه نحسب القانون بتاع عدد في الايه في البرية فورس. دلوقتي عندي كم ترانزاكشن عندي خمسة ترانزاكشن. ان الخمسة تمام? وان الواحد دي لو ايه? بيعبر عن تابل بتاع المقام ايتم ست زائد. الخمسة كمبينيشن تو. لو بيعبر التو دي بتعبر عن بتاعتو ايتم ست. بلوس الخمسة كمبينيشن عدد الا اه كمبينيشن بعد كده ايه? سري. لو ايه? بيعبر عن جروب او بتاع سري ايتم ست. تعال نحسبها كده. خمسة شيفت. سي. تمام? واحد. واحد. شفت. ايه? ستطلع معي بكامل هتطلع معي بخمسة وعشرين. طب تعال بقى ده كده بالبرية فورس. طب تعال بقى نعد عدد اللي تلعت معي. فلوان ايتم ست و ست. فين? في البرية فورسة. وطبعا المساد ده احنا حلناه. فاحنا بقى هنشوف بس ايه عدد اللي تلعت معي. تلعت معي ايه? هنا كم? تلعت معي هنا خمسة. طب تمام. في التلع معي كم? ادي واحد ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ادي احداشة. احداشة. تمام? ده تلع معي كم ستة? وفي خمسة يبقى احداشة. وهنا اتنين. يبقى كم? يبقى تلاتاشة. يبقى عدد اللي تلعت معي في البرية فورسة. قلنا خمسة زائد ستة زائد الاتنين. تلع معي كم? تلع معي كم? تلع معي تلاتاشة. طبعا مقارنا بالخمسة وعشرين بالتلاتاشة. طبعا التلاتاشة الاقل. فطبعا البرية فورسة يبقى احسن طبعا.